ايه الحكاية؟ انا ليه بديت بالانترو الغريب ده؟ هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعة الحقيقة ان احنا امام 48 ساعة حملت في طياطها حملة اعلامية سعودية للهجوم على مصر والتقليل من مصر وفي بعض الاحيان اهانة مصر واهانة الشعب المصري خليني اقول مرة تانيا الكلام اللي انا بقوله دلوقتي مش على الشعب السعودي والحملة دي احنا عارفين مين وراها وبنحاول في الفقرة دي نفهم هي ليه اصلا حصل في ذبابة الكترونية برتبة صحفي ما هو الذباب الالكتروني برتب يا جماعة في ذبابة الكترونية برتبة ذبابة الكترونية وفي ذبابة الكترونية برتبة قائد ذباب الكتروني وفي ذبابة الكترونية برتبة مزيع في العربية او في اي يعني قناة سعودي وفي ذبابة إلكترونية برتبة صحفي ودول كتير بقى تلاهم في الشرق الأوسط تلاهم في عقاذ هتلاهم في العرب اللندنية أحيانا بيتحول لسكاي نيوز والذبابة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هو من النوعية دي هي ذبابة سعودية ناطقة باسم السلطة برتبة صحفي اسمه عبدالعزيز الخميس تعالوا نشوف هذه الذبابة الإلكترونية برتبة صحفي السعودية طبعا قال إيه عن مصر اليومين اللي فاتوا في برنامج مع إعلام سعودي آخر مستقل أيضا وبالتالي هي واحدة من أدوات الضغط على أثيوبيا بسبب سد النهضة الموجود في أثيوبيا والمتسارع فيه لكن أنا أعتقد لا توجد لدى مصر أي أوراق أخرى لأن الموضوع أكبر من مصر والصومال مهم خاصة إنشاء الصومال مهم لدول كثير من المتريطانية والولايات المتحدة وأيضا هو مهم في هذه الأيام بسبب تواجد الحوثيين في تلك المنطقة ومهم أيضا في الاستراتيجيات الأمريكية المستقبلية واستراتيجيات الغربية لصيانة أمن باب المندب فبالتالي مصر لم تتدخل في الوقت للبحر الأحمر في مشاكل الحوثي يهاجم في البحر الأحمر ويضر بالميزانية المصرية عبر قلة عوائد قناة السويس فكيف بها تذهب لمساندة الصومال هي لم تساند نفسها هي لم تساند نفسها في منع الحوثيين من ضرب تجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس فتذهب لتدافع عن مينا في شمال الصومال أو مطار أو صوماليين شماليين أو تحاول أن تذهب على الشماليين أيضا حكومة مقدشو هي حكومة لا تتسق مع الاستراتيجيات المصرية الكثيرة هي فقط مجرد أداة وورقة تستخدم ضد الزثيوبيين لكن الزثيوبيين موقعهم أقوى وأيضا علاقاتهم أقوى وتحالفاتهم أقوى وخاصة تحالفهم في واشنطن لا ننسى أن الزثيوبيون لديهم لوبي قوي جدا في واشنطن ضخمة داخل الولايات المتحدة وأيضا مسالة قوية من قبل الإدارة الأمريكية إيه اللي بيقوله عبدالعزيز الخميس في الفيديو ده بيقول إن الصومال أكبر من مصر إن الأزمة في الصومال أكبر من مصر مصر ما دفعتش عن نفسها لما كان المفروض تتدخل في البحر الأحمر مع هجمات الحوثي اللي أثرت على قناة السويس مصر ما راحتش اليمن وبالتالي مصر ما عنداش أي أوراق قوة تجاه إثيوبيا وإثيوبيا موقفها أقوى عشان الولايات المتحدة والدعم بتاع بريطانيا والمديع بعدها في الجزء يعني لو كملنا الفيديو كان بيقول له إسرائيل كمان فهو قال له غير الإسرائيل كمان إنه يعني فيه علاقات قوية وإن الإثيوبيين في واشنطن دي سي فيه أحياء كاملة تقريبا هم متمركزين فيها وليهم تأثير ودوائر نفوذ قوية جدا في الولايات المتحدة الأمريكية طيب إحنا هنا قدام إيه قدام رسائل مش بيقولها صحفي مستقل معلش يا جماعة والله أنا آسف جدا عبدالعزيز الخميس زي ما قلت لك وعرفك بيه دلوقتي هو ذبابة إلكترونية سعودية بردبة صحفي يعني هو بيتحدث فيما يشبه الموقف الرسمي السعودي يعني الراجل ده لا يقدح من رأسه راجل بحجم عبدالعزيز الخميس وهقول له حضرتك السيفي بتاعه دلوقتي لا يمكن أن يتحدث في قضية تمثل أمن القوم المصري قضية بهذه الحساسية تحدث فيها سيء الذكر أكثر من مرة كان آخرها مبارح مع الرئيس الألماني ومتكلم أننا عندنا مشكلة مع إثيوبيا وأننا عملينا اتفاية الدفاع مشترك فيطلع ينتقد الكلام ده وينتقد الدور المصري في الصومال ويقول وصف أن الصومال أكبر من مصر في يعني تقزيم وإهانة شريدة لمصر ويكلم يعني يكين المديح لإثيوبيا عندها نفوذ إقليمي ونفوذ دولي والموضوع مش عارف كده ومصر ما عندهاش أوراق قوة وبعدين يكمل يقول لك مصر ما دفعتش عن نفسها أصلا عند الحوثي في البحر الأحمر مصر ما جاتش معنا اليمن هو عبدالعزيز الخميس اللي بينتقد مصر ولا محمد بن سلمان هي السلطات السعودية اللي بتنتقد ولا عبدالعزيز الخميس ما هو يا جماعة إحنا زي ما قلتلك بقالنا عشر سنين حفظنا خلاص أنه اللي زي عبدالعزيز الخميس واحمد موسى لا يمكن أن يقضح من رأسه ده بيملي بيقول ما يملي عليه سيده ولي العهد وده بيقول ما يملي عليه عباس كامل نقلا عن سيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي فالقصة بالنسبة لنا واضحة انتقاد موقف مصري بالشكل ده بالشكل العلني ده في إعلام سعودي من رجل بحجم عبدالعزيز الخميس عند السلطات السعودية ده بيطرح ألف علامة استفهام هو النظام السعودي زعلان من السيسي في إيه هو إيه اللي حصل ما بينكو يا جماعة هل كان فيه صفقة مثلا السيسي تأخر فيها هل كنتوا عايزين تاخدوا حاجة وحد تاني خدها هل كنتوا عايزين تعملوا حاجة وما حصلتش أسئلة كتيرة جدا الحقيقة إحنا يعني مش عارفين إيه اللي حصل لكن كان الملفت لما بحثنا خلينا نطلع الأول كده معلومات عن عبدالعزيز الخميس وبعدين أقول لكم قناة روتانا كانت بتتكلم في بوعد تاني برضو عن مصر لكن نشوف الأول مين هو عبدالعزيز الخميس اللي هاجم مصر لصالح إثيوبيا بهذه الطريقة هو صحفي السعودي مقرب من النظام كان بيعيش خارج المملكة السعودية في بريطانيا ورجع في 2014 اشتغل في صحف زي الشرق الأوسط الجزيرة السعودية ترقص تحرير جريدة العرب اللندنية ومن داعم اتفاقية أبراهام وتطبيع الإمارات والبحرين دعا لضرورة تطبيع السعودية مع دولة الاحتلال بيعد من الصحفيين اللي استخطبطهم الإمارات أيضا هو بوق من أبواق محمد بن زايد محلل سياسي تقريبا في سكاي نيوز الإماراتية ومعندوش أي مشكلة في اللي حصل في غزة محمل حماس المسئولية زار إسرائيل في يوليو 2014 شارك في مؤتمر هرتسلية وهي دورة يعقدها معهر السياسة والاستراتيجية في جامعة رايخمان العبري فده الراجل ده السيفيه بتاعه عشان أقول لحضرتك أنه لا يمكن أن يتحدث عن مصر بهذه الطريقة طيب لما سمعنا كلام عبد العزيز الخميس قلنا يمكن لوحده فعملنا بحث بسيط كده فاكتشفنا لا اكتشفنا أن في حملة سعودية في الإعلام السعودي ضد مصر بطرق مختلفة كان منها على سبيل المثال لقاء في قناة روتانا السعودي المذيع سعودي والضيف سوداني بيسأله المذيع جايب له فيديو لحذاء الأنظمة أحمد موسى وهو بيقول له أن السودان بتاعتنا وكان الجزء مننا وبيقول له رأيك إيه في اللي تقال فالضيف بيرد فتاخد القناة السعودية الفيديو وتكتب هل السودان جزء من مصر كما تدعي بعض النخب المصرية عنوان مستفز جدا لأي مواطن سوداني عنوان بيحمل بين طياطه وقيعة مباشرة بين الشعبين المصري والسودان عنوان يحسسك أنه خلاص هيبقى في حرب بين مصر والسودان طب يا جماعة مصر رايحة أصلا دلوقتي يمكن تشتبك مع إثيوبيا هي السعودية بتعمل إيه؟ هو عبدالعزيز الخميس طلع ليه يقول أن إثيوبيا أقوى ولها نفوز والصومال أكبر من مصر وقناة روتانا بتوقع ما بين مصر والسودان عن طريق القصة دي تعالوا نشوف جزء من الفيديو كثير من المتقفين المصريين وعندهم نواية أخرى تقول أنه لا السودان هو جزء من مصر مسألك السؤال هل السودان جزء من مصر هل استعمرت مصر السودان؟ الكلمة معك وهو سؤال أساسي هل السودان جزء من مصر أم لم تكن فيهم ليه جزء من مصر؟ طبعا تعليقا على ما تردد بعض النخط المصرية أن السودان كان جزء من مصر طبعا هذا توصيف صحيح من ناحية أن الجغرافيا ميل واد ميل التعريف نفسه دقيق لكن يبدو أن هذا التعريف لا يراد منه أن يصيف أمرا واقعا أن يقول أنه هناك وحدة في واد ميل وكما سمعني في المقطع قبل سليل أنا طبعا ما بنأخذ كثير جدا بما يقول البعض بشوية لكن واقع الحال إذا وصف السودان بأنه هناك تبعية في كل أشكال أو سعودة سياسية وقتصادية واجتماعية لمصر فهذا من غير دقيق تسيب عبدالعزيز الخميس وتسيب قناة روتانا وتروح لموقع العربية تلاقي مجموعة من الأخبار للوهلة الأولى لما تقرأها تحس أن 80-90% منها أخبار سلبية عن مصر طب يا جماعة العربية هي مصر ما فيهاش حاجة حلوة يا جماعة العربية أنتوا مش شايفين حاجة كويسة في مصر ما فيش خبر لطيف كده بيلو بيري الشعب المصري ده أنتوا وكلين شاربين سرقين نايمين مع بعض يعني ما فيش حاجة تعال نشوف كلا الصورتين دول من موقع العربية السعودي مصر تشتري قمح روسي بالأمر المباشر هل تعود مصر لتخفيف الأحمال واردات مصر من السيارات تتراجع بأكثر من 14% ها اللي بعده محفظة القروض في البنوك المصرية تضيف تريليون ونصف تريليون جنيه خلال سبع شهور مصر تدرس سيناريوهات رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي أنتوا مين اللي زعالكو يا جماعة والله لو تقولوا لنا نصالحكو على بعض يعني هل كان في حاجة عنكو عليها وسيء الذكر باعها لحد تاني هل كنتوا عايزين تخلصوا في رأس جميلة بدري شوية وهو أتأخر عليكو هل خد منكو شحنة رز مثلا ومرجعهاش هل استلف منكو حاجة وما دلكوش تعويض عنها هل اتأخر في سادات حاجة هل كان وعدكو بحاجة معينة مثلا في مكان ما في العالم وما حصلتش ايه اللي حاصل يا جماعة يا طال عمرك مين اللي زعالك لو سيء الذكر مزعالك قلنا قلنا يعني احنا الشعب المصري والله نحاول نصلح ما بينكو يا جماعة ده انتوا عشر سدى الراجل مديكو ترانو صنافير انتوا عايزين ايه اكتر من كده طيب لما تلاقي اعلاميين وصحفيين وموقع سعودي بيتكلموا بالنبرة دي لازم تروح للذباب الالكتروني وتشوفه في اخر تمانية واربعين ساعة ولا ثلاثة ايام كان بيقول ايه تعالوا نشوف مع بعضك كده في الايام اللي فاتت مجموعة من تغريدات الذباب السعودي عن مصر بص سيدا عند الزواج تتحمل المرأة من التشابه الثقافي والاجتماعي بين المصريين والهنود واخد بالك عند الزواج تتحمل المرأة مصاريف التجهيز مثل تأسيس الشقة وغيرها من الامور ويصل الحال ببعض الاباء ان يقوم باخذ سلفة لمساعدة ابنته هو لو حياة المعيز وجعك اوي كده يا كعام قل لنا واحنا نعمل لك حياة المعيز وان وحياة المعيز تو وحياة المعيز ثري لحد الجزء الخمستاشر يعني لو حياة المعيز تعبك اوي كده مجيش نحية مصر بس يا عم الكعام عشان هيقلوا منك والله يعني المصريين على تويتر اللسانهم طويل شوية وصعبين شوية فهتقرب منهم بالشكل ده هيقلوا منك الحقيقة يعني فالكعام معرفش انت مغرد بيعني مشهور ولا مش مشهور ولا ايه بس اللي انت بتعمله ده غلط خلي بالك من نفسك يا حبيب ايه اللي بعده هو نفسهم في تسويق بيع البقر في مصر والبقر والجماوي والجواميس والمعيز ارتباط وثيق بحياة المصريين اليومية منذ الاف السنين واخد بالك انت انعكس هذلك بثقافاتهم وشعرهم يقول الشعر المصري الشعير احمد فؤاد نجم وبيقول على الشعر بتاع احمد فؤاد نجم فواضح جدا واضح جدا جدا والله انه الكعام زبابة الكترونية بس متكلفة شوية واضح فعلا ان حياة المعيز حد فهمه ان المصريين اللي انتجوه فيا كعام المصريين اللي همش دعوا في حياة المعيز حياة المعيز عبارة عن هندي فيه واحد سعودي يعني كان هيقتله كراه في حياته فانت مالكو ما المصريين يا حبيبي روح تخانق مع اللي عملوا الفيلم اللي بعده تغريدة كمان كانت التكية المصرية تقدم للفقراء المصريين الذين يذهبون لمكة للحج والعمرة كان سكان المحليين يعانون من ظاهرة التسول والنهب عند المصريين حيث يستقرون مدة طويلة في الحجاز فقررت ايه مصر العثمانية ارسال التكية لمحاربة هذه الظاهرة وكانوا يستفيدون من الصفر والطعام والشراب المجاني طيب اللي بعدها اللي بعدها طلع التغريدة اللي بعدها لان هي دي الطب الحقيقة لا لا اللي قابل دي اللي قابل دي معلش ها اللي قابل دي يا جمع طيب معلش هو مش مهم خلاص هما كانوا بيكلموا في التغريدة الاخيرة دي ان المصريين خدم عند السعوديين كويس كلموا انه المصريين كانوا خدم عند السعوديين او تحت او بيقولك المصريين كانوا خدم عند اسيادهم فتدلسكم واكاذبكم ومش عارفين طيب انا زي ما قلت انا مش هعتبر ان دول الشعب السعودي ابدا انا هتعامل ده دوباب الكتروني واعلام سعودي يرقى لمرتبة دوباب الكتروني بردبة صحفي والسلطة السعودية هي اللي عملة الكلام ده فمش هنرد الاساءة باساءة لكن انا في خبر يمكن يفسر لنا شواء الموضوع يمكن ويمكن لا تعال نشوف كده الخبر ده مع بعض شركة سعودية تنافس ثلاث شركات عالمية للفوز بمزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر اربع شركات عالمية كانت بتتنافس للفوز بالتنقيب عن الذهب بمنطقتين في مصر بالقرب من منجم السكري خلال اول مزايدة عالمية لمصر تترحى شركة شلاتين للثروة المعدنية بتاعت الجيش وفقا لما نقلته وكالة الشرق بلومبر كان فيه لوتس جولد الكندية انفينيتي الروسية مناجم النوبة الانجليزية وخطوات السعودية فهل القصة لها علاقة بصفقة منجم السكري اللي حصلت اول امبارح انا الحي ما عرفش لكن واضح انه فيه خلاف ما بين السيسي وبين سلمان على حاجة اول ما الخلاف ده هيتسوى يمكن عم عزي خميس يطلع يعتزل يقولك مصر اقوى من اثيوبيا ويمكن الزباب الالكتروني ده يحزف التغريدات ويمكن الولد الكعام ده يرجع يعمل تشابهات ما بين الهنود وناس تاني يعني اصدي انه هتشوفوا الاقام الجاية لو المشكلة تحلت والصعودية خلت اللي هي عايزة من سيء الذكر خلاص الذباب ده هيتقال له ذبابة ارجع لعقلك اتكلم عن مصر كويس فهيتكلم عن مصر كويس ايه احتمالات الخلاف ما بين البلدين ايه اللي حصل يا جماعة تعالوا تشوف بعض السيناريوهات اللي طرحها فريل اعداد يمكن التطبيع السعودي مع اسرائيل يكون ملف من الملفات يمكن موقف السعودية من عدوان على غزة مفيش اسناد لموقف مصر بشكل كافي ممكن التقارب المصري التركي ممكن استضافة السعودية لمفاوضات جدة بين فرقاء السودان وده فيه تحجيم دور مصر عدم مسندة مصر في ملف سد النهضة وده واضح جدا الحقيقة وايضا عدم مسندة السعودية في تقويد الحوثيين بالبحر الاحمر كلها ملفات مهمة الحقيقة وكلها متعلقة بخلافات بين البلدين خلافات ما بين السعودية وما بين مصر مش على مستوى الدولة مش على مستوى الشعوب لكن على مستوى سيء الذكر وطال عمره ولي العهد السعودي